ولم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة لماذا التوحيد أولا؟ لأن هذا منهج الله الذي شرعه لجميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام فما من رسول دعا أمته إلا بدأ بالتوحيد وإن كانت دعوات الأنبياء تشمل كل خير للبشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن النبي قبلي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم وأنذرهم شر ما يعلمه لهم فالنبياء عليه الصلاة والسلام يحملون كل السعادة إلى البشرية كل ما يسعدهم ولكن يبدأون بالأهم الأهم والذي يتأمل القبار يرى أن دعوات الأنبياء احتركت فيه أصول عظيمة جدا منها التوحيد ومنها تقرير النبوات ومنها تقرير البحث والجزاء ولكن المحور الأساسي لدعواتهم والتي دار حولها الصراع بينهم وبين أممهم إنما هو التوحيد وتوحيد العبادة بالدعوات لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا ترى في القرآن خلافا بين نبي وبين أمته في شيء من هذا يكذب من البحث لا شب ويمكرونه ولكن أشد ما يكذبون به والدعوة إلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى فترى دعوات الأنبياء جميعا كما قيّن الله ذلك بالتالي أول شيء يبدأون به إصلاح العقيدة إصلاح ما أخذ به في باب توحيد العبادة إذ الشيطان دبر أول مكيدة لبليل آدم بعد تدبير تدبيره لأبيهم آدم حيث أوطعه في أبل الشجرة مكيدة كبيرة التي خاد بها البشر كانت فيها محيد العبادة كذ زينا لروم نوث عليه الصلاة والسلام أن يتعلقوا بأشهر صالحين وأن يصوروا لهم تماثيل فصوروا تماثيل فلما ثني الجيل الذي يعرف هؤلاء الأشخاص جاءهم الشيطان مرة أخرى وقال إنما نصبت هذه التماثيل لهؤلاء الصالحين إلا لتربة واستمر هكذا يعني طبعا نوح دعا قومها ألف سنة إلا خمسين عام كما قص الله ذلك في الكامل عزيز وكان الشر أقوم هم قوم نون وأظلم قومه هم أظلم قوم نون وأبقى قوم هم قوم نون ولهذا دعا ألف سنة فما آمن معه إلا قليل إلا قليل كم من الأجيال كم من القرون قضى نوح خمسين سنة إلا خمسين عاما وهم مزدادوا إلا عنادن وخبراء حتى دعليه فعلا فهم الله تعالى وتعالى وآن أخرج الله من نوح ذرية مسلمة ولكن سرعا ما اتفى عليهم الشيطان وأركسهم في حمأته الشيخ بالله عز وجل وهكذا كل ما يأتي نبي ينقذ الله به من ينقذ البني آدم فلا تمر فترات قصيرة إلا وينث الشيطان ويقيدهم نفس المكيد الذي كان بيقومه واستمر على هذه المكائب وسيستمر إلى يوم القيامة فينضغي بكل من يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل أن يجعل هذه الدعوة دعوة الأنبياء عليه الصلاة والصلاة ومواجهة هذه المكائب التي يفيد به الشيطان بني آدم على طريقة مصر مواجه هذه المكائب أول شيء يريد أن تصلح في شعب من الشعوب طبعا للشعوب الإسلامية والإسلامية عندها الكراف الشديد في هذا الباب فالدعي المخدص الذي يريد أن يترسم خطة الأنبياء ويريد أن يصلح إصلاعا إصلاعا صحيحا أول ما يرد به معارجة هذا الباب ترجمة نانسي قنقر